على واشنطن وموسكو تطبيق الاتفاقيات التي أبرمتها تركيا معهما في عام 2019 حيث لا يزال تنظيم يابيكي وبيكيكي ينتشران بالقرب من حدود تركيا بشكل مخالف لتلك الاتفاقيات هذا ما قاله رئيس التركي رجب طيب أردوغان في تصريحات أدلى بها خلال لقاء تلفزيوني على قناة CNN ترك وعن تلك الاتفاقيات تطالب أنقرة بثلاثين كيلو مترا في الشمال السوري خالية من أي جماعات ومنظمات تصنفها تركيا إرهابية وترى أن على كل من موسكو وواشنطن ضمان ذلك أما روسيا ونظام فيقترحان العودة لاتفاقية أدنى التي تمنح أنقرة حق الدخول لمسافة خمسة كيلو مترات اتفاقية تراها أنقرة لا تتناسب مع الوضع الحالي بينما تعتبرها روسيا كأساس للسلام في سوريا وتطبيع العلاقات مع نظام الأسد التأخر الدولي بتنفيذ تلك الاتفاقيات لم يمنع تركيا من السير بعملياتها العسكرية والأمنية المركزة ضد عناصر مدرجين لديها على قوائم الإرهاب يقول الرئيس التركي إن هناك نتائج ناجحة لهذه العمليات بما يضمن الأمن القومي التركي وسلام المنطقة تشمل العمليات مناطق النظام وقسد ومناطق المعارضة وداخل تركيا ضد كل عناصر بيككي ويبيكي كان آخرها ثلاثة عناصر تم القبض عليهم بعملية أمنية شمال سوريا وأخرى تم تحييدها داخل مدينة حلب الخاضعة لسيطرة النظام لا تغفل تركيا ملف اللاجئين السوريين داخل أراضيها فمطلب المنطقة الآمنة لا يزال قائما رغم عدم تحققه وبهذا الصدد يوضح الرئيس التركي أن الهدف في شمال سوريا حاليا هو تأمين مائة ألف مسكن في المرحلة الأولى ثم زيادتها إلى مائتين وخمسين ألفا في المرحلة الثانية اتفاقيات وخلافات دولية ورؤا تتعارض في مواقع وتتقاطع في أخرى جميعها تفرض واقعا على السوريين الطامحين بسوريا تضمن لهم حياة كريمة